من هو هذا السعيوت؟ طبعاً معروف في وهران ومعروف بأنه إنسان سامحوني على عبادة قادر جداً لشدة ما يخرج من فمه وأحياناً سلوكه يصل فيها إلى ضرب المسؤولين المحليين المساعدين تاوي شتم البلديات، رؤساء البلديات شتم الدوائر، رؤساء الدوائر المدارع داخل وهران وقبل وهران كان في سعيدة وكان والي في سعيدة وقبل الوالي سعيدة كان أو بي جي في سعيدة تقول أو بي جي تقول وزارة السكن أربطها معه من كان أنا ذاك وزير السكن كان تبور لما شافوه بأنه خدام بمعنى أنه يمد السكنات ويطرا فيكي ويعطيها للمسؤولين المدنيين والعسكريين رقاوه خاصة أنهم عرفوا عليه أنه عنده لسانه قذر فرقاوه إلى والي في سعيدة وفي سعيدة قام بالنهب خاصة مع واحد رجل عمال يسموه من رجال نهب المال يسموه مباركي ما خلاوش في سعيدة وكانها أصبحت تابعة لهذا مباركي وسعيود والمجموعة المافيا المصرفة على سعيدة لما تأكدوا بأنه قذر الأخلاق قذر اللسان ناهب ملفات أخلاقية مالية رقاوه ويندوه دوه لثاني مدينة في البلاد وهران وهو في وهران منذ الآن منذ بضع سنوات خاصة لما جتبون أصبح ثبت منصبه بطريقة سيئة الأخلاق تماما لكن اللي معروف عليه أنه طبعا هذا هو في أصله من من بلدية أو منطقة سماعين قشرة بولاد سكيكتا وما كاش مشكلة إنسان يكون في بلدية سكيكتا ويحكم في وهران ومش يحكم يكون مسؤول في وهران أو يكون وهراني ويحكم في بجايا أو يكون مسؤول في بجايا أو بجاوي ويكون مسؤول في عنابة أو عنابي ومسؤول في ورقلة أو ورقلي ومسؤول في سعيدة طبيعي جزائريين ما كاش مشكلة لكن فقط مليح أنه الناس أيضا تعرف هذا الشخص منه إذن لما شافوا القذارة انتاعوا شافوا النهب انتاعوا شافوا أنه مستعد أن يقدم رشاوي بلا حدود أراضي شقق مشاريع زادول في القراد وكلما يثبت واحد من المسعورين هذا كلما يثبت الفساد الأخلاقي والفساد المالي وقذارة الليسان كلما ترقى في المناصف في البلاد هذه معايير ترقية في البلاد وش ولم بعد طبعا هذا المشروع انتاع العاب البحر المتوسط كلف أكثر من مليار دولار أي أكثر من 20 ألف مليار سنتيم كان هو الوردوناتور كان هو الآمر بالصرف أي أنه تصرف في أكثر من 20 ألف مليار في الصيف اللي فات مشاريع كثيرة راحة الأحباب الأقراب اللي يمدوا الشكارة أحد المشروعات مثلا كان صراع لها درجة وهو مشروع في بلدية عين حجاج يعني نشوفوا المشروع هذا بالذات عفوا بلدية مرسى الحجاج بحيث أنه رفض رئيس البلدية يومها مهدي بودلال أن يدعي لضغوطاته من أجل يعطى صفقة الملعب البلدي بثمانية مليار سنتيم لمقاول مبشار مقاول طبعا مقاولي شكارة فضغط عليه وانتهى الأمر إلى أنه طبعا الله غالب معروف عليه الإبتزاز معروف عليه قدارة اللسان معروف عليه النهب معروف عليه الصهرات وسامحوني مرة أخرى على العبارات والسكرات وما أتباع هذه الأشياء هذا هو اللي خرج باش يتهجم على هذاك المواطن البسيط اللي يبيع في البيض المطبوخ باش يعيش ولده هذون هم المسعورين الجزائريين اليوم يتصرفوا كأنهم كولون يتصرفوا ليس باعتبارهم موظفين ومسؤولين وأنهم لما يخرجوا يسمعون إنشغالة الناس وما يعانيه الناس دا يخرجوا يسبوا الناس يتهجموا الناس يخرجوا في سيارات يقطعوا الطريق يدي معهم المخابرات والشرطة والدرك والدنيا يجي هاي لمن كلها من أجل مرة أخرى بهرجة إعلامية ولكن أيضا خلق الخوف لدى الناس لما الناس يشوفوا هذه المظاهر مظاهر السيارات والحراسة وش حال من واحد جاي معاه تباني الناس تخاف ترهب يخلقوا رهبة يرعبوا الناس بينما تاريخنا هذا فيه ولكن أيضا الناس اللي ما يعيشوا في كثير الدول الغربية يشوفوا كيفاش المسؤولين الغربيين يتقربون من شعوبهم تشوفوا كيفاش المسؤولين الغربيين يتقربون وأحيانا إلى درجة تشعر فيها أن تقول يراه يتذلل يتذللون لشعوبهم لازلت أتذكر رئيس وزراء ومش مرة مشتنين هنا في هذا البلاد رئيس وزراء سابق يجي الانتخابات يكون مازال رئيس وزراء ولا رئيس حزب يجي الانتخابات يشارك في توزيع الأوراق على البيوت تلفلت يتقدق على البيت إلا تجو للانتخابات وماذا بكم تنتخبونا حناية إلا بطريقة رئيس وزراء ووزراء ومش رايح نجيب لكم الأمثلة نتاع الوزراء الرئيس وزراء الهولندي أو الدنماركي أو اللي يمشوف البسيكلات يعني يروحوا الخدمة نتاعوا بالبسيكلات ومع حارس ولا اثنين من بعيد يمشوا راهما أيضا بسيكلات والناس مرات الدرجة أنها توصل كاليفوتينو قلت له لا هذا رو موجود كان موجود عنا في تاريخنا الإسلامي رو في تاريخنا الإسلامي خاصة في بداياته الأولى كان موجود والتاريخ يكتب ذلك وبما فيهم أجانب كتبوا لذلك يعني فيه كتاب مشهور على من هم أهم مئة شخص أثروا في العالم كتبه قبل 30 أو 40 سنة كتبه أحد الغربيين طبعا القى أن أعظم من أثر في تاريخ البشري هو الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إذا وضعنا الرسول صلى الله عليه وسلم جانبا لأنه كان مؤيدا بالوحي وكان يوحى إليه وكان القينا أنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا عيسى وهو أيضا نبي ورسول من أولي العزم ومؤيد بالوحي لكن النسبة لهذا الكاتب الغربي وجد أن من أهم مئة شخص سيدنا عمر اللي عرفها بتواضعوا وعرفها وكذلك كانوا قبل طبعا أن تحدث أيضا بعض الأخطاء التاريخية يوم تجدها في الغرب يعني اتذكر قبل حوالي من شعر في سنة ونصف والله ماشي نشري في عند المحل مش بعيد عن البيت نشري في بعض الأشياء تلقيت مع بوريش جونسون بالبيسيكلاتي متاعه وهو رئيس وزراء والله ما كان معه حارس لا يوجد حارس لا يوجد حارس معه واللي بيعلو طبعا أنا شفته عرفته لكن اللي بيعلو في الأول ما تبينوش بعد كيهدر عرفه آه قالوا أنت في لا قالوا أني ناخد معك صورة رأخده مع الصورة هذا عنده النووي هذا مش سعي التعوهران اللي هو عبارة عن سكير فاسد آآ مفسد يليته كان فاسد فقط بيوعي جابوه لأنه قذر لا لا هذا عنده سلاح نووي هذا مع ذلك يمشون في الأسواق يتلقون الناس وتلقى الحراسة مرات من بعيد يوم عاما لم تكن مع حراسة كنا في الأيام الأولى تالكوفيد لم تكن مع حراسة واللي يسكن في هولندا يشوفوا يعرفوا واللي يسكن في بلجيك يشوفوا حتى المالك واللي في هولندا يشوفوا المالك واللي في السويد ويشوفوا كل هذه الأمثلة مرات يبالغوا فيها الغربيين من أجل تقرب من حكامهم من محكميهم أو من شعوبهم الحقيقة بلدان هذه لا تحكمها لا يحكمها شخص إنما تحكمها يستابليشمن لكن هما يتقربون يبالغوا إلى درجة أنهم يبالغوا شوف هذه الصورة قالوا لعلكم تابعتوها في اليومين الماضيين لكن ما علقتش عليها لكن الآن هي جات فرصة باش نعلق عليها وهي المتعلقة بالملك هنا لعلكم شفتم يليت المساعدة يبعث لي المقطع أنت على الشاب اللي لقاوه هو اللي ضربه بالبيض ولما لقات عليه البوليس وكيفاش كان يتكلم للإعلام حتى هو طمطيحين وفي الأرض كيفاش كان يتكلم للإعلام هذا شارلز الثالث اللي ورث الملاكية هنا عن أمه في شهر سبتمبر الماضي و ضري باب البيض قبل ربع يام ولا خمس يام يمشي في الشارع عند الناس تيري له لقاء في مكان جاء واحد رفض البيض وارمها له طبعا اللي تشافوه تلاحظوها الحاجة الأولى أنه كانت عنده ربطة جائش يعني ما مخافش ما 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 مهربش ما بتعدش موش عارف البداية مش عارف حاجة جي ترمع عليك معلى بالوش وشنو ورمي عليه ثلاث بيضات واحدة قاستو شوية والاخرين ضربوا بجنبو يعني ماذا حدث لهذا الشاب اللي اللي ضربوا بالبيض طبعا في حالات كما هذه أتصور أنت أنك في في الجزائر أو في مصر أو في السعودية أو في المغرب أو في تونس أو في سوريا أو في أي مكان من هذا البلدان ورميت البيض على الملك ولا على الأمير أو الرئيس وش حيصر لك تخيل ذلك تخيل وش حيصر لك دازلت أتذكر قصة واحد مصري التقى صدفة كان يومها يؤدي في عمراء وكان مبارك المقبور مبارك يومها يمثل يدير هذه التمثيلية على أساس أنه راح يدير عمراء قبل حوالي 20 سنة من الآن هذه كانت في بداية الألفين يمكن في نهاية التسعينات أو بداية الألفين فقالوا فقط من بعيد يا ريس تق الله فقط كلمة تق الله حكمه أليه 15 سنة هذه كانت في نهاية التسعينات ولم يخرج من لا أعرف حتى إذا خرج من نحي أم لا على كلمة تق الله ما رمى عليه حاجة ما سبه ما هاجموا ولا شيء قبل سنة كنا شفنا كيف أن واحد فرنسي طبعا ماكرون هم ضربه شحل من مرة بالبيض إلى آخر لكن شفنا كيفاش أن واحد فرنسي ضرب ماكرون بكف ضربه بكف ضرب الريس هذا احتداء يعني في حتى لو كان ما ضرب شرع يضرب ما نشعارف أنه يكون آخر واحد في الشارع يعتبر احتداء ويسجن اللي يعتدع للناس داروا له حكم لكن مخفف تماما 4 أشهر 4 أشهر سجن ضرب الريس طبعا ماكرون يقدر يقتل في مالي يقتل في سوريا يقتل ماكا ما عندوش مشكلة لكن في بلدانهم يتوقفوا عن ما يبنوش ويظهر تودد ورفق كبير جدا بالناس دعونا نشوفوا إذا بعث لي المساعدة المقطع لنشوفوا هذا وما سرع له هذا الشاب هو الشاب هو الشاب لغرب الملك ضرب المالك بالبيض ألقوا عليه القض شوفوا ما هو مضروب ما ألو حطوا فالأرض ودالوا للمينوت كالأبشات كما يقولوا وخلاوه يتكلم ما غلقوا لش فمو كانوا قادرين يغلقوا لفمو لكن خلاوه يتكلم واش كان يقول كان يقول أنا ضد الإمبراطورية البريطانية ضد الملكية البريطانية التي قتلت الناس واستعبدت الناس واستعمرت الناس في عدة بلدان يجب أن ينتهي هذا بهذا الألفاظ يعني يؤدي في خطابه وفي رسالته طيب ماذا حدث له دولة فوليس المركز الشرطة قالوا له بللي راح أتجيك تخيل اسمع هذه مليحة راح أتجيك عقوبة كبيرة قد تصل إلى ألف جنيه جيك غرامة ربما تصل إلى ألف جنيه أقصى تقدير لها ألف جنيه ألف جنيه هي 22 و23 مليون بدرهم الجزائري وإذا خذيناها بالبريطاني هي الحد الأدنى 18 يوم متع الحد الأدنى و20 يوم متع الحد الأدنى يعني أقل من شهريا تأخر واحد وتعهد بأن لا يجدوه بالبيض مرة أخرى في أماكن عامة وأن يكونوا كاين مالء الماليكون فقط يتعهد باش ميعود يرفض البيض معاها تعهد لم يعذب لم يغتصب لم يسجن لم يصحل ما قالوا ليش ممازيش تشوفو ما قالوا ليش نخلوا ندخلوك نعاوضوا نراجعوك للكشموك ما ضربوهش ما أهنوش بل خلوه يتكلم حريت تعبير هذ الأشياء وكالناس ما يعودش عندها ضمير وفاهمين وتاريخ تفتنهم كاين بعض خوطنا هنا اللي يتفتنوا يقولك شوف هذا العدل هذا عدل عمر هذا شوف هذا العدل شوف هذا يسب المالك ويرمي عليه البيض ويسب الامبراطورية ويسب الدولة ويسب الملكية والاستعمار البريطاني ويهاجم بكل الطرق أقصى تقدير أنهم حطوه في الأرض لأنه بضاية الحال ما كانواش عارفين ربما يكون رافض قنبولة ربما يكون رافض أي شيء وتركوه يتكلم داوه للشرطة ساعتين والثلاثة حقوا معاه طلقوه وقالوا له عطينا العنوان ممكن تجيك غراما احنا يخرج لك واحد جايبينه يعني احنا تبون المزور جابوه العسكر خلينا ذلك من الوالي ورئيس الضائرة وقاضي ورئيس المحكمة والنائب العام والوكيل هموش برك جابوهم العسكر هم عبثوا بيهم العسكر هم طيحولهم العسكر سبوهم العسكر يعني المخابرات أهانوهم المخير فيهم يهينوه ومن بعد لما يخرجوا عن الشعب يتعاملوا مع الشعب الجزائري وكأنهم قوة استعمارية كأنهم قوة استعمارية بل أن الكولون المجرمين اللي أجرموا في حق الشعب الجزائري كانوا يتعاملوا بقسوة مع الشعب لكنهم كانوا خدمين كانوا قادرين على أشقاهم كانوا عندهم مسؤوليات يقوموا بها للكولون دو فرانسا في الجزائر صحيح الشعب محبور لكن اللي بنات خدموها وبناوها وما زالت البنايات شاهدة أهم البنايات اللي راهي ما زالت في المدن الكبرى بنيت في عهد الاستعمار الإجرامي اللي ينسموه إجرامي وندينوه بكل الألسن لكن علينا من الإنصاف أن نقول أن الكولون كانوا يخدموا لأنفسهم ولبني جلدتهم حتى وين عذبوا الشعب الجزائري كانوا يامنوا بالبلاد يكفروا بالشعب ويامنوا بالبلاد نحن هذا المسعورين كافرين بالشعب وبالبلاد وأهم الشي عندهم هو كيف يهربوا المال إلى دول أخرى بما فيهم تبونهم اللي راهي مهرب أموال كثيرة إلى تركيا وإلى الإمارات وإلى فرنسا طبعا هو وغيره يعني هاهو الفرق فيخرج هذا السعيود المعروف عليه بكل وأولاد كثير كما هما وهذه راني ما أراه كان مأدب لأنه كان كين تلفزيون يعني الناس اللي يعرفوه وخدموا معاه أو حظروا أو شاهدوا أو كانوا متواجدين مرات في وين كان قال لك ما لسانه قادر إلى درجة لا يمكن أحد تصورها بل أنه يمدد ويضرب الناس هذا مدير في ولاية هذا أمين عام هذا رئيس دائرة هاهي المافيا الإرهابية اللي تحكم البلاد اليوم كيفاش تتصرف كيفاش يتصرفوا الوجوه القذرة انتاحهم في الواجهة المدنية أو الواجهة العسكرية طبعا هذا الملك بالرغم أنه ما يعني ما راهو كانت عرض لي محاولة اغتيال في الـ 94 كانوا يقتلون أحيانا ولذلك المفروض أنه واحد تعرض لحالة اغتيال أو حالة اغتيال من قبل فيه شوف حاجة ولا واحد رمع عليه حاجة تحكموا لا بانيك يعني يحكموا الرعب وكان المفروض يطالب من البوليس أنهم يتخذوا منه أشد الإجراءات سرامة ولا يستطيع ولا يستطيع أن يقول كلمة للبوليس ولا يدخل في خدمة للبوليس ولا يستطيع لا هو ولا رئيس الحكومة ولا وزير الداخلية لا يستطيع أن يملع البوليس واذا يديرون لا يستطيع كان قانون كان قانون بارح اليوم خرج في جرائد البريطانية هنا هجومات عنيفة على من؟ وزير العدل على قال لك أن 15 من كبار موظفي وزارة العدل طلبوا باش يتنقلوا إلى أماكن أخرى لأنهم خدموا معاه من قبل وكان خشن في تعاملاته خشن رود كما يقولون فراه الصحافة تكتب وراهما يطالب وراهما يطالب والآن برئيس الوزراء أن يوطيح بوزير العدل يوطيح بيه بالرغم أن الوزير قال هذا الكلام ليس صحيح وراهما يبلغوا عليها فقط وانا ما نشروض ما نشغل ما نشخشين إلى آخره ولو هاي دولة مدنية مش عسكرية يقدروا في الخارج يتصرفوا بريطانيا في العراق قتلت في أفغانستان قتلت المسؤولين تحتون بلاد المجرم بطبيعة الحال لكن في بلدانهم الاحترام الشديد للقانون والاحترام الشديد للشعب واللي يغلط يخلص أو أيضا أول أمس هذا رئيس الوزراء أعطاح بواحد من كبار المسؤولين برتبة وزير قال لك لأنه تعامل بخشونة أو تصرف تصرف غير لائق مع أحد المساعدين أو المساعدات نتاو أعطاح به لا يقبلون الذل وفرضوها في قوانين وهو عليش رحوا بعيد في بلدانهم أما في بلداننا بطاية الحال تخرج الطائرات والقنابل تقنبل وتقتل ما كاش مشكل لكن حتى في بلداننا لما يوصلوا الناس إلى القضاء هنا كانوا بعض العراقيين يوصلوا إلى القضاء هنا بعض الليبيين بعض الأفغان القضاء ينصفهم في اثنين من الليبيين المعارضين للقذافي وبعدين أطاحوا به وشاركوا حتى في الإطاحة به في موحد اسمه سامي السعدي واحد عبد الحاكيم بالحاج حكمت لهم هنا حكم لهم القضاء البريطاني قبل سنوات بعدة ملايين من الجنيهات لأن المخابرات البريطانية تواطأت مع القذافي وخطفتهم من بلد أسياوي وسلمتهم للقذافي في منتصف 2005-2006 في هذا الوقت لما كانت العلاقات ما بين توني بلير والقذافي في أفضل ما فيه قذافي سلمهم حتى سكاكين المطبخ يومها بعد الإطاحة بصدام واحتلال العراق لما استطاعوا أن يصلوا إلى القضاء هنا أنصفهم وعطاهم عدة نظن عشرة ملايين جنيه واعتذار وأشياء كثيرة جدا عشرة ملايين جنيه رأنا نتكلمه على كم على حوالي 250 مليار سنتين روح أنت أدي حقك وهاهم دايرين قضية المضاربة ما المضاربة واحد بعث لي قال لي بصحة الأمور تحسنت إيه لأنهم هم المضاربين هذو كلي دخلوهم للسجون هذو كلي دخلوهم للسجون هذو كرهم مسحوا فيهم الموس فقط هذو كرهم محقورين فقط لأن واحد يزيد خمسة دينار في شكارة الحليب يعطوه عشر سنين وملزي اللي ينهب ما يعادل ثمانية ألاف مليار سنتين ربعمية مليون دولار أو يزيد ثلاثة سنين ونص ويخرج أما تبون اللي ينهب كل يعني أيضا بلا حدود رأه رئيس دولة ورئيس جمهورية ورئيس مجموززراء وزير دفاع وقائد العام للجيش هذه رأها فقط إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه هذا مكان والمضاربة ما هوش دائر هذك تعمل أشكارة الحليب ولا عششكارة عسميد لا 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 المضاربة رأى عندها إمبراطورياتها ولوبياتها وحبوا يعطوا الانطباع أنهم داروا حاجة فقالوا خلاص خلونا نخفوا شوية من المضاربة كما نهار اللي هبطوا الجماعات اللي كانت تابع عليهم وقال لك حبس الإرهاب أي ندير المصالحة نحاول ويقاموا نحبسوا الإرهاب أغلب الجماعات كانت تابع عليهم هبطوها الآن أغلب المضاربين تابع ليهم قال لهم خلونا من المضاربة هذلية خلووا شوية حالة فيها وخلونا نمسحوا الموس في البسطة ما كانش مضارب حقيقي دخلوا للحبس اللي دخلوهم للحبس هما مضاربين صغار ما كانش مضارب كبير دخلوا للحبس إما مضارب صغير إما شروا هل حاكمين عنهم بعشر سنين وخمستاش واثنائ الناس يقول لك بصحة ورجع الحليب والسميد طبعا يرجع الحليب والسميد لأن المضاربين الكبار طلبوا منهم قالوا لهم خلاص حبسوا المضاربة في هذه الظروف بصحة رح ترجع المضاربة لأن المضاربين الكبار يرجعوا للمضاربة ولأن السيستم مخدوم عوج وباش يعطوك فكرة يقول لك شفتها وقضينا على المضاربة كما قالوا لك أن نقضينا على الإرهاب قال لي ربما 90% من المجماعات الإرهابية ومما كان يحدث من عنف كانوا هما وراؤه بشكل مباشر أو غير مباشر وبعد هبطوهم وقال لك خلاص هم هبطو ترجمة نانسي قنقر